بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زلنا نمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وياخد بأيدينا عشان يعلمنا إزاي إن النور ممكن يسري من سرته في كل جوانب حياتنا والنهاردة عنيبقى مع موقف بيمتزج فيه النور على التعليم على الرحمة على الخير موقف عجيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن ربنا في عون العبد مدام العبد في عون أخيه وإن الناس للناس وزي ما بحنا بنقول عندنا إن الناس لبعضها وحضرة النبي كان بيأكد دايماً الكلام ده إن خير الناس أنفعه من الناس وإن المساعدة دي بتحصل وبتخلي المجتمع أكثر وقوة وبتخليه الناس أقرب لبعض والمساعدة بتحتي معانينا لما يكون فيه شخص من ذوي الهمم إن إحنا نكون معاه ونكون سنده ونكون في دهره وعشان كده موقف النهاردة اللي بيحكيه أصحاب السير بيبين لنا قد إيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسعى لنفع الناس والسعي في مصالحهم وشؤونهم الرواية في السيرة بتقول إيه إن عتبان ابن مالك كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ممن شهد بدراً وإحنا جايبين الموقف ده هو كان ممن شهد بدراً من الأنصار وإحنا جايبين الموقف ده عشان برضو نأكد على استصحابنا لأنوار وبركات غزوة بدر الكتير جداً فإن عتبان ابن مالك كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي شهدوا بدراً وكان من الأنصار جئ لرسول الله في يوم وقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أنكرت بصري يعني إيه؟ يعني ذهب بصري يعني أصبح بصيراً أصبح ضريراً وأنا أصلي لقومي يعني وكأنه يا أم قومه فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم فإن لي حاصل؟ أنا مش بعد كده المكان اللي أنا بقابر بي عشان أروح للمسجد ما أقدرش أروح فلم أستطع أن آتي مسجدهم لأصلي لهم يعني أنا مش أقدر أروح أصلي بيهم إمام طب أنت طالب إيه يا عتبان من حضرة النبي فقال له حضرة النبي فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي ليه طيب أتعمل أجيلك أصلي في بيتك عشان قال فأتخذه مصلاً فقال صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله يعني قاله في الصباح فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له يعني وصل لغاية بيت عتبان وقال له عايزين أنا جاي أنا أبو بكر عشان أن ننفذ مطلوبك وأن ننفذ رغبتك فإن أنا أصلي في المكان اللي أنت تحبه فقال فلم يجلس حضرة النبي لم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك أنت عايز نصلي فين بالزبط فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصفنا اللي هو سيدنا أبوك وعتبان فصلى ركعتين ثم سلم إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية من السيرة رواية مهمة جدا حتى مهمة جدا في الفقه عشان الناس اللي بيقولوا ده لازم الناس واجب على الناس أن يصلي وصلاة الجماعة حتى لو كان الأمر فيه خطر عليهم أنتم ما شفتوش أن رسول الله سلم قال لعبد الله بن أم مكتوم أنه لا يجد له عذرا أن يصلي في المسجد أبداً ده كان الحالة خاصة في سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ليه طيب لأن حضرت النبي هنا مش بس أزن لعتبان أنه يصلي في بيته ده كمان حضرت النبي عمل حالة من حالات جبر الخاطر وحالة من حالات المؤنسة أنه راح صلى له في مصلى ده وقال له إيه أنا عايزك تصلي في ناحية ويتخذ من هذه مصلى وده يعيد لنا نظرتنا في علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذو الهمم شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش بس راعة حالة سيدنا عبدبان لكن كمان دعمه نفسياً وحسسه بأن المسألة فيها بركة ونور وفتح وتوفيق إزاي ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم شوف عبدبان إيه اللي حصل طلب طلب يمكن ما حصلش أنه روي مثل هذا الطلب كتير في السيرة طلب من حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وده أخده كتير من أصحاب السير إلى الله وأصحاب الاكتهاد وأصحاب العلم أنه من الحاجات اللي ممكن يعملها الشيخ لتنميزه أنه يروح ويصليله في مكان من ناحية البيت عشان يبرك له البيت وعشان الكلام ده كمان يبقى فيه إيه فيه صحبة كده وفيه نور وفيه بركة الشاهد من كده أن رسول الله مجاش لا اشتد على عتبان وقال له لا أنت لازم تعبر السيول دي وتروح وتخاطر وتعبر الفافي عشان تروح تصلي الجماعة وتصلي بالناس وهو كان الإمام بتاع الناس لكن حضرت النبي عذره لأنه هو في الحقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وهو مش وسعه أنه يعبر ده مش بس كده ده كمان عشان يأكد له ويطيب خاطره أنه مش هيقدر يروح يصلي بالناس فإنه حاصل عمل له حاجة سر غريب قوي راح ذهب إلى بيته بناء على طلبه ما جاش قال له إيه الطلب اللي أنت بتطلبه ده ودي مش حاجة مش ضرورية ولا إن أنا مش فاضي أعمل ده بالعكس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن مطالب ذو الهمم مطالب واجبة النفاذ مطالب محببة إلى نفسنا مطالب في الحقيقة مطالب بيتحرك فينا الخير والجمال والرحمة وعشان كده حضرت النبي بيعلمنا ما ينفعش أن أنت تتعامل مع مطالب ذو الهمم تتعامل معهم باستخفاف أبداً لازم نتعامل معهم باحترام ونقدره والنفذ اللي نستطيع أن نحن ننفذها ليهم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ده كمان مش حضرت النبي رايح له بس هو لوحده ده رايح له معه سيدنا أبو بكر كمان إذن ده كأن ده مهمة رسمية ولا إيه وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كمان عشان يدخل على نفسه الألفة ويدخل على نفسه المؤانسة جايب معه كمان سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو دايماً كان صاحبه حتى صاحبه في الغار وكأنه عايز يقوله على فكرة لا تحزن ده سيدنا أبو بكر اللي هم كانوا مهمة مهاجرين كانوا مع بعض وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لا تحزن إن الله معنا فحتى لو كنت في خلوتك الله معاك حتى لو كنت وحدك الله معاك شوف أدي إيه المعاني وأدي إيه التنمية النفسية وأدي إيه التنمية الروحية اللي بيعملها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاو الهمم وكأن حضرت النبي بيرسم لنا مجموعة من الأمور إن احنا نراعي مطالب ذوي الهمم الأمر الثاني إن احنا بقدر الإمكان إن احنا ندعمهم نفسيا كمان نبقلهم ذكريات تزيل من نفسهم أي أثر نفسي لأي شكل من أشكال التعثر عندهم هكذا علمنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ذوي الهمم طب وحضرت النبي علمنا إيه تاني وإحنا بنتعامل مع هذه الحالة الواضحة إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل ده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بيعملها بالطريقة اللي تريح ذوي الهمم يعني إيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين تريد أن أصلي في أي ناحية تريد أن أصلي وكأنه كمان بيراعي مسألة إن الكلام ده يكون فيه نوع من أنواع الميل النفسي الميل العاطفي هو عايز في المكان ده ما دخلش حضرت النبي وانطقى مكان وقال له عليك أن أنت تحمل نفسك على هذا المكان يبقى إذا حضرت النبي بيعلمنا إن كمان وإحنا بنقدم الأشياء لذوي الهمم لازم الأشياء تكون مغموسة في الجمال جمال إيه؟ جمال المحبة وجمال الملاطفة وجمال التخفيف وجمال الرحمة وعشان كده حضرت النبي بيأسس لنا إن أي حاجة بنتعامل بيها مع ذوي الهمم لازم يكون فيها رحمة وخير وجمال وعشان كده تعالوا نشوف إحنا نعمل إيه؟ وإزاي عنمشي على سنة رسول الله سلم وإحنا شايفين حضرت النبي وهو فرح باللي إحنا بنعمله أول حاجة تعالوا نفكر إن ذوي الهمم في الحقيقة محتاجين لبنك احتياجات عشان نستثمر في احتياجاتهم دي وننشئ معارف وعلوم جديدة تتعلق بذوي الهمم أنا متصور إن دعم ذوي الهمم دعم خاص ما بيكونش زي باقي الدعم وإزايك الموقف العامل وحضرت النبي كان موقف خاص فإحنا محتاجين ننشئ علوم لذوي الهمم في دعم ذوي الهمم وأنا أرجو إن السنديق التي انشئت من أجل ذوي الهمم يبقى فيها جزء عشان ندرس كيفية دعم ذوي الهمم والعلوم والفنون إن إحنا محتاجين إن إحنا تكون عندنا عشان نقدر ندعمه عشان نقدر نقدم دعم أنا بسميه الدعم النوعي الدعم الخاص لأصحاب الهمم لإن إحنا عايزين نخليهم نخرج أحسن ما فيهم زي محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع عتبان يبقى أول حاجة إحنا محتاجين شوية نفكر في العلوم اللي ممكن من خلالها ندعم ذوي الهمم الأمر الثاني إن مهمة أول أول جدا 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 إن إحنا بندعم ذوي الهمم إن إحنا ما يكونش فيه أي كلمة من الكلمات اللي ممكن تؤثر في نفسه لكن إيه اللي حاصل نستجيب لهم ونشعرهم بأن هذا أمر سهل بسيط ما نحسسهمش بقدي إيه بنبذل من أجلهم إحنا عايزين نحسسهم إن إحنا إحنا اللي هم متفضلين علينا أول الله هم متفضلين علينا إزاي لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لصاحب بدر وراحه مع سيدنا أبو بكر الصديق كان بيعيشنا في حلاوة إنما تنصرون بضعفائكم يبقى إحنا لو المجتمع ينتصر لو المجتمع يتماسك لو المجتمع لحمته هتبقى فيها لست رحمة ومودة وخير وجمال يبقى بسبب الضعفاء اللي إحنا بنساعدهم وبنكون معهم وأنا في الحقيقة ما بحبش أتكلم عن زاو الهمم بأنهم ضعفاء هم مختلفون ولكن باقتدار فإذن هم ليسوا ضعفاء ولكن إحنا بنستثمر وجودهم اللي ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل الرحمات والبركات وعشان كده لازم نحسس كل إخواننا من زاو الهمم أن هم ليهم فضل علينا ليهم فضل علينا لما بيخرجوا أحسن ما فينا عندما نحسن إليهم وعندما نتعامل معهم على أن هم إضافة وليسوا عبقا دي مسألة مهمة أوي وآخر حاجة لو سمحتوا تعالوا نعلم أولادنا ونعلم كل اللي حوالينا إزاي يبقى جزء من حياتنا هو التطوع في مجال دعم ذاو الهمم عايزين نعمل كده عايزين نخلي أولادنا من أول التعليم الأساسي لغاية الثانوية وكمان في الجامعات يكون فيه ساعات محددة في حياتنا بنقوم بيها بدعم ذاو الهمم عشان نقدر نعيش في مجتمع بيحس فيه كل واحد أنه بيقوم بدوره مع أحبابه اللي هم محتاجين له ساعتها المجتمع يكون أكثر تماسكا وأكثر سيرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر إحساسا بجمال سيرة حضرة النبي وهي بتفتح لنا أبواب لأن المجتمع يكون أكثر وعيا وأكثر رحمة وأكثر صلابة وأكثر تماسكا وأكثر تمسكا بالرحمة والخير والجمال يا رب وفقنا أن احنا دايما نكون على قلب بعض وما حدش فينا أبدا يعمي عنيه على أنه يشوف المحتاجين للمساعدة والمسندة اللي يتوقن أن مساعدته ومسندته دي أول ما تكون مساعدة ومسندة لقلبه اللي يجب أنه يكون موصول بالله يا رب جعلنا دايما مع سيرة حضرة النبي نتنور ونفهم المجتمع بتاعنا وفي قد إيه منارات من نور زي منارة نور ذوي الهمم اللي هتفتح واتنور لنا مناطق كتيرة جميلة في حياتنا وفي علاقتنا بسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم وإزاي تبقى سيرته بتسري فينا بالمحبة والخير يا رب جعلنا دايما مع حضرة النبي ومع سيرته موسيقى شكرا